السلام عليكم حلقة اليوم بعنوان هؤلاء هم أخطر أنواع النرجسيين يعني ايه؟ النهاردة حنتكلم عن أخطر أنواع النرجسيين اللي ممكن يصادفهم أي شخص احنا عارفين طبعا أن الأشخاص المصابين بإضطراب الشخصية النرجسية هم أشخاص خبساء يعني ناس مؤزية ناس مدمرة أي شخص بيبقى موجود معاهم بيتعرض للتهديد الصحي والمادي والنفسي والمعناوي وكل شيء ولكن النوع اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو من أخطر الأنواع لأن الناس دي ممكن فعلا أنت تنخدع فيها يعني تدخل تحت جلدك الناس دي ناس خبيثة جدا ومدمرة وعلى الرغم من كده بيبانوا أن هم طيبين وأنه هم في منطقة الوداعة وفي منطقة الحنية وهو ده اللي بيخليهم فعلا في منطقة الخبس وفي منطقة الخطر فإحنا عرفنا أن النرجسي الخفي هو نوع من أنواع النرجسيين اللي هم أصلا بيبقوا فعلا خطر لأن الناس دي مؤزية ولكن أزاها يمكن أكتر كمان من النرجسي الظاهر إحنا عارفين أن فيه نرجسيين ظاهرين اللي هم من النرجسيين اللي إحنا بنشبههم بالزبط كده بيدونالد ترامب رئيس أمريكا اللي هو الشخص المتفاخر اللي رفع راسه المتعالي اللي له طريقة في المشي وفي الكلام وفي الحركات ولكن النرجسي الخفي ده بيندرج منه النرجسي اللي إحنا هنتكلم عنه اللي هو النرجسي اللي من أخبس أنواع النرجسيين وهو النرجسي الانطوائي طبعا النرجسي الانطوائي ده ممكن يكون زميل في العمل ممكن يكون صديق ممكن يكون شريك رومانسي ممكن يكون حبيب ولكن إحنا دايما بنوصف الأشخاص الانطوائيين بشكل عام على أن الناس دي بيبقى ظاهر لنا كده من بره أنه شخص منغمس في نفسه خجول شخص يعني ما بيحبش يتعامل مع الناس كتير الناس دي دايما بيكونوا منعشاق الفكر يعني ناس بتكتب فنانين موسيقيين شعراء بيفضلوا أن هم يعبروا بطريقة إبداعية بدل ما يتكلموا ولما بقى يكون شخص بالنوعية دي وكمان نرجسي فهنا بقى بيكون شخص خطير جدا لأن الناس دي طبعتهم هادية جدا انطوائية جدا ولكن نتيجة الانطوائية دي فأنت مش بتكتشف الريد فلاج إحنا طبعا عارفين النرجسيين الخفيين أن هم أشخاص يعني حس كده أن هم متوضعين ما بيحبوش الأضواء دايما بيشتغلوا كده في الخفاء ناس حسودة ناس أنانية ناس حقدة جدا متخيلة أنها ضحية أن العالم كله جاي عليهم ولكن لما بقى بنشوف النرجسي الانطوائي فحنلقى أن الشخص ده مش بيتكلم كتير كمان مش بيقدم كتير بسبب الانطوائية بتاعته ما عندهمش أصدقاء بيتكلموا على الناس وحش جدا من وراء ظهرهم مش بيحبوا الاهتمام بالأضواء بيتجنبوا التجمعات الاجتماعية مش بيحبوا يروحوا حفلات الناس دي أول بقى ما بتعرفهم بيدخلوا لك بحالة من حالات الحواس يعني في فترة قصف الحب بيبقوا مفطونين جدا بيك أو بيكي بيعملوا علشانكم كل حاجة بيبقوا يعني ناقص أن هما بيجبوا لكم كده حتة من السماء بيبقوا عايزين يبقوا موجودين معاكم على طول بيبقوا مستمعين جيدين جدا جدا بيحاولوا أن هما يجمعوا أكبر قدر من المعلومات عنك وفي نفس الوقت مش بيكشفوا إلا قدر قليل جدا جدا من المعلومات عن نفسهم وكمان الحاجات اللي هما بيكشفوها عن نفسهم دايما بتكون عكس الحقيقة يعني مش بيكشفوا عن أي حاجة حقيقية عن ذاتهم الناس هي بتحب دايما أن هي تلعب دور الضحية دايما بيقولوا لو رجل نرجسي هيقول إن مراته هي وحش كاسر إن هي بتعذبه إنها مش بتهتم بيه ولو مرأة نرجسية حتقولك إن زوجها أو طليقها كان شخص بشع جدا وإن هي ضحية وإن العالم كله ضدها فالناس هي دايما بتلعب دور الضحية ولكن عندهم بقى ميزة عالية جدا جدا إن هما قادرين على دراسة وتقليد الناس بشكل عالي قوي يعني في مدة قليلة جدا تبص تلقى النرجسية أو النرجسية الانتوائيين إن هما بدأوا يلقطوا حركات إيديكم كلامكم لكناتكم أفعلكم وعلى الرغم من إن الناس دي عن طريق دراستها ليكم بتبقى فعماكم كويس جدا وعارفة إنتو عايزين إيه وعارفة احتياجاتكم إيه ولكن الناس دي مش بيغابوا أبدا في المساعدة لأنه هما مش بيهتموا ولو ساعدوا فهم عارفين المثل اللي بيقول إنه بيقدم السبت علشان يلاقي الحد هو بقى النرجسي الخفي الانتوائي فعلا بيقدم السبت يعني بيقدم المساعدة عشان عارف إنه أصاد الجنيه أو الريال أو الدرهم أو أي عملة حيدفعها حياخد أصادها كتير قوي قوي فالنرجسي الانتوائي هو مثال للنرجسي الخفي وبسبب طبيعته الهدية الناس بتتخيل إنه هو شخص مسالم على فكرة أغلبهم بيبقوا نرجسيين خفيين متدينين الناس دي اللي احنا بنقول عليهم عم الشيخ أو بنقول عليهم الحجة اللي بيبينولنا إنه هما أصلا متدينين جدا ودايما بيبقى علشان ما عندهم شهوية بيحاولوا كده إنه هما يلسقوا نفسهم بالجماعات وبياخدوا هيئة أو صبغة دينية وكمان بيحبوا قوي إنه هما يشتركوا في جماعات الخيرية اللي أصلا بتساعد الناس بيبقى شخص أو إنسانة هدية جدا متواضعين جدا حتى بيبين في لغة جسادهم إنه هما بيمشوا كده متقطئ الراس دايما مشبكين أصابعهم كلامهم قليل قوي بيحبوا إنه هما يسمعوا أكتر ما بيكلموا بتشعر إنه هما خجلانين دايما ولكن طبعا أنا مش عايزاكم تنخدعوا لإن الناس دي جواهم طاقة سلبية هيلة جدا عندهم القدرة الهائلة على إنه هما يسببوا الأذى والارتباك والدمار زي أي نرجسي تاني أي شخص بيقعد في خهم ممكن يقعد سنوات يعني ممكن يقعد عشر سنين خمستاشر عشرين سنة قبل بقى ما يبدأ يلقط إن الشخص ده أو الإنسان دي أشخاص مش طبيعيين يعني أنت طول ما أنت موجود معهم في العلاقة الناس دي بتبدأ إن هي تتعامل معاكم بطريقة في البداية طريقة جميلة جدا جدا اللي هي فترة قصف الحب النارجسية أو النارجسية بيكونوا آية من الجمال روعة ناس محبة جدا مهتمة جدا جدا وبعد كده بيبدأوا يدخلوكم في مرحلة تقليل القيمة وفي مرحلة تقليل القيمة دي ممكن يقعدوا فيها عقود يعني ممكن الشخص ده يفضل يقلل من إمتك على مدار سنوات طويلة جدا جدا بيتعاملوا معاكم دايما بصمت عقابي بتكونوا موجودين معاهم كويسين جدا جدا ممكن اللحظة دي تكون كويس وبتتكلم معايا كويس واللحظة اللي وراها بتبص تلقى إن الشخص ده عمل لك صمت عقابي طب الصمت العقابي ده إيه سببه ما تعرفش ويفضل كده مختفي فترة طويلة طبعا عندهم عدوان سلبي رهيب جدا جدا يعني ممكن يتكلموا معاكم كلام تقيل كلام صعب وزي ما قلت قبل كده إن العدوان السلبي بتاع النرجس الخفي ممكن يرفع ضغطكم ممكن يجيب لكم مثلا سكر ممكن يعملكم جلطة بتحسوا فعلا إن الناس دي أشرار جدا وما بيحبوش حد وما عندهمش أصحاب ولا عندهم عارف ولكن عندهم كمية من الأرود الطائرة كتير شوية شوية بقى لما بتقرب منهم والعلاقة بقى بتبدأ تبقى وطيدة لأن الشخص ده عامل زي السرطان اللي بقى بيخش كده جوه جسمك وبيبدأ يسرح فحتلقى إن الناس دي في البداية عايزين يقضوا معاكم وقت يعني يتصل بيك أنا عايز أشوفك ودايما عايزينكم معاهم وعايزين يبقوا معاكم لوحدهم وبعدين تبص تلقى إن الشخص ده وهو موجود معاك كده أو هي موجودة معاك بيبدأوا يرملكم كلام تعليقات كده فيها تنمر فيها صخرية فيها تعالي عارفين الناس اللي بتدس السم في العسل الناس دي كده بتدس السم في العسل ولما بترجع لهم وتقول انت قلت كده ليه؟ يقولك أنا بهزر ولما بيعرفوا إن انت بتتدايق من كلمة بيفضلوا يكرروها وطبعا بيطلقوا عليكم أسماء سخيفة جدا ومضحكة وبيكونوا قصدين على فكرة في الوقت ده بقى بيسيبك في حال التنفر معرفي لأن انت آخد فكرة كده مسبقة إن الإنسان أو الإنسان دي طيبين جدا محترمين بيحبونا ولكن الكلام اللي زي السم اللي بيطلع ده وبيتقال بيخليك مش فاهم طب منين الشخص ده بيحبني وكويس ومنين بيقولي التعليقات اللازعة على فكرة تعليقاتهم لازعة جدا جدا يعني بتفور دمكم وعلى فكرة هم غويين قوي إمداد سلبي يعني بيحبوا قوي إن هم يستفزوكم وياخدوا منكم الإمداد السلبي ويدحكوا ويقولك أصل أنا مش قصدي إيه إيه إنت زالت إنت حساسة قوي إنت إيه ده أنا مكتش عارف إن إنت كده ويدحكوا في لحظات بتلقى إن الشخص ده بيطلع لك كلام الكلام ده بتكون قلته من سنين أو إنت قاعد كده بتحكي حكيت الكلام ده بتبص تلقى إن الشخص ده بيطلع لك الكلمة دي زي طلقت رصاص بتأثر فيك بتضرب فيك طبعا لو كان الكلام ده عبارة عن سر خاص بيك أو خاص بأسرتك أو أو فحيقولك آه مش فلانة اللي هي عملت كذا كذا أو مش أنت اللي في يوم من الأيام قلتش كذا وعملتش كذا فبتستغربوا جدا إن الناس دي بتشلكم وما تنساش كمان الناس دي متقلبي المزاج جدا ومتلعبين ومستنزفين عاطفيا بشكل رهيب بالإضافة بقى إلى الاستحقاق هم عندهم استحقاق عالي جدا في كل حاجة بتملكوها كمان الناس دي بتحسد الناس بشكل طبيعي يعني بتحسد الناس على فلوسها على شكلها على أولادها على أملكها حسودين وعلى فكرة هم بيتكلموا كده يعني بيفصحوا بالحسد بشكل واضح فأنت تكون بتستغرب جدا منين الشخص ده إنسان كده يعني متواضع وكويس وإنسان إحنينة وبيطلع من بقهم الحسد وخصوصا لو هو نارجيسي خافي متدين طبعا الموضوع ده بيبقى مفزع يعني أنتوا وإنتوا مع الناس دي بيبقى دايما عندكم تنفر معرفي أنتوا بتبقوا مش رامين الحكاية هو الشخص ده كويس ولا وحش طيب ولا شرير فدايما بيبقى عندكم تنفر معرفي كمان الناس دي بتحب قوي إنها تبين لكم إن هم محتاجون لكم قوي في حياتهم بتبص تلقى الشخص من دول وهو قاعد معاكم بيتوسل لكم إن انتوا تفضلوا موجودين وإن الدنيا ظلمته وإن أهله أو أهلها كانوا بيعملوهم معاملة وحشة ولما بتقابلوهم وتيجوا تمشوا بيفضلوا يبكوا ويترعشوا دايما بيبقوا منتظرين إنكم تجبوا لهم هدايا يعني بتبص تلقى إن الشخص ده بيوحيلك بالحاجة اللي هو عايزها يعني يمسك كده الموبايل ويقول لك أنا أصلي معرفتي شارود عليك مبارح لإن شاشة الموبايل بازت أو الموبايل بتاعت كسر أو السماعة بتاعته بازت طبعا مع شكله اللي هو المسكين مش بياخدوا بالهم من نفسهم الهيجيم بتاعهم بيكون على قده قوي يعني بيبانوا إن هما زي الشخص الفقير دايما أما بتروحوا تقعدوا مع بعض بتلقوا إن هو معهوش فلوس أو هي دايما معهاش فلوس أنتوا دايما للي بتعزموهم بيطلبوا منكم دايما كده مبالغ حتى ولو زهيدة أنا عايزة أشتري كذا أو أنا عايزة جيد كذا قبل ما بتشتروا لنفسكم الحاجة بتشتروا له يعني أنت رايحة تشتري لنفسك مثلا فستان بتدخلي قسم الرجالي بتفتكري إن الشخص ده قالت إن أنا معنديش شربات بتشتري له شربات إن أنا معنديش أمصان أميسي مثلا داب أو تقطع بتشتري له أميس وكذلك الرجل اللي معه امرأة نرجسية من نفس النوع برضو نفس الحال على طول يشتري لها حاجات يجيب لها هدايا والناس دي على فكرة بتتقبل الهدايا عادي جدا بالإضافة بقى إلى إن هم عندهم عادات مالية غريبة جدا يعني الناس دي مهما كان معهم فلوس ومهما كان الراتب بتاعهم كويس جدا ولكن دايما بيشتكوا الفقر دايما معهمش فلوس دايما بيستلفوا منكم عايزين يقترضوا المال وطبعا ما بيردوش أي أموال بيقترضوها حياتكم معاهم بتبقى عبارة عن دوامة الشخص دا والإنسانة دي عايزين يكلمونكم 24 ساعة نزل يشتري حاجة قالوا أنا في المكان الفلاني أنا طالع أنا طالع أنا رحت أنا جيت بيدخلوكم في حياتهم بشكل غير طبيعي وفجأة بيطلعوكم منها برضو بشكل غير طبيعي بتشعروا إن هم فعلا ما عندهمش أي أصدقاء وإن أنتوا في الوقت دا الصديق أو الصديقة الوحيدين بتحسوا في الوقت دا إن أنتوا كل حاجة بالنسبة له ولكن في نفس الوقت بيدوكم كلام صعب بيتصرفوا معاكم تصرفات في منتهى الغباء بتحس دايما من جوه إن في حاجة غلط وعلى فكرة روحك هتبدأ تدرك إن عاجل أم آجل إن الشخص دا شخص مش طبيعي إن هو شخص فارغ طبعا أنا مش حانس أقول لكم إن النظرة اللي في عينهم عبارة عن نظرة فارغة زي ما قلت لكم قبل كده بالظبط كده عارفين السمكة وعين السمكة عاملة زي نظرتهم فارغة كده بالظبط زي نظرة السمكة بالإضافة إلى الإيماءات الرتيبة بالإضافة إلى الحركة البطيئة بتحسوا إن هم زومبي بتحسوا إن هم بيخروا كآبة دايما عندهم حزن ولو بيكتبوا أشعار لأن في ناس كتير منهم زي ما قلت لكم فنانين أو أدباء أو بيكتبوا الشعر بتاعهم دايما بيعبر عن الحزن عن الكآبة عن الظلم عن الأمل اللي هو أصلا نفسه يلوح في الأفق فإحنا بنفضل موجودين معاهم لفترات طويلة بنبص نلقى نفسنا بنلف في دوراتنا رجيسية وإحنا مش حاسين بيعملولنا صمت عقابي وإحنا مش فاهمين ودايما إحنا اللي بندور عليهم لأنهم دايما بيختلقوا أمور والأمور دي فعلا بيظهروا لكم إنكم غلطانين وإن أنتم مادنين لهم بالإعتذار فبنبقى عالقين في علاقة موسيقى من غير حب لأنهم عمرهم محبونا ونتيجة التعاملهم السيء جدا معنا الحب بقى اللي إحنا كنا بنكنه ليهم بيتضاقل في النهاية لأن الناس دي بتدخلنا بدايرة لا تنتهي من المعاملة الموسيقى من العدوان اللفظي الشديد من الخيانات وبتلقى نفسك إنك بتستنزف وبتلقى نفسك إن أنت بتدي وما بتاخدش أي حاجة الناس دي ممكن فعلا تمزقنا لقطع عن طريق النظرة يعني عندهم نظرة كده النظرة دي بتتكلم قبلغ من ألف كلمة بالإضافة إلى أنهم دايما بيجزوا على فكوكم تلقى إن هو بيضغط على فكوكم بيتسموا بحواجبهم عينيهم ثاقبة ولما بيضحك مش بتشعروا بسيمترية في ملامح الوجه بتلقوا إن العينين الليها شكل وإن الخدود لها سبتة وإن الفم بس كده مقلوب لتحت يعني ضحكة بتكون مرعبة طبعا الصمت العقابي هو التكتيك الأول اللي بيعاقب بيه أي شخص وعلشان كمان يتلعب بيه وعلشان يسيطر عليه الناس دي بقى مش من الناس اللي تصرخ عليك بقى في الخناءات ولكن هم دايما عدوانيين سلبيين يعني بتبص تلقى إن الشخص من دول فدأة كده بدأ يكتب لك كلام على مثلا الواتساب في مشكلة معينة يكتب ويمسح تكتب وتمسح تكتب وتمسح بيش بيسيبوا أبدا أدلة وراهم وفي نهاية الحوار بيعملوا بلق بيحطوك دايما في متاع نفسية دايما بتحس وانت موجود معاهم إن انت مش انت انت حسس إن في حاجة غلط يعني هو يحلف لك إن هو شخص مخلص وانتم عن طريق تصرفاتهم معاكم فانتوا بتحس إن هم أشخاص فعلا محترمين ومقدبين ولكن بتبصوا تلقوا نفسكم بتدخلوا في دوامة شت بتشوفوا إن الناس دي موجودة على صفحات إباحية موجودة على صفحات الموعدة ودايما بيحسسوكم إنكم غلط إن انتم خينين إن فيكم حاجة مش مظبوطة وعلى الرغم من كده بتبص تلقوهم على صفحات بيتكلموا مع ناس تانية بيعلقوا عند الناس التانية وعندكم لأ بيبقوا كويسين جدا مع كل الناس إلا أنتم على الرغم من أنكم أنتم أكتر ناس قريبين منهم بتعملوا عشانهم كل حاجة ولكن الشخص الانتوائي ده أول بقى ما بيجتمع في وسط قروده الطائرة بيتحول إلى عدو مبين ظاهر أمامكم وأمام الناس يعني بتستغربوا جدا طب هو بيعمل كده ليه بيتكلموا عليكم كلام سيء من وراء دهركم وبيشوهوكم ولكن بين وبينكم حاجة يا خالص الناس دي خفية جدا جدا في تصرفتها ما بتقدروش تعرفوا عنهم أي حاجة ودايما متخيلين أن هم أسكى وأفضل منكم وأعلى منكم كمان في كتير منهم مثقفين جدا جدا يعني عندهم معلومات عالية جدا في التاريخ أو في الأدب أو في أي حاجة وهم شايفين أن هم علامة هم أفضل من أي حد هم عارفين كل حاجة حتى في روح الطب هم عارفين كل شيء على الرغم من أنهم أنتوا أيين ولكن لما بتجي لهم فرصة أنهم يظهروا فبيظهروا فالناس دي عندهم مشاعر سلبية عالية جدا عندهم طاقة حسد عالية جدا طاقة كراهية غير طبيعية يعني بيتعامل معاك تعاملات أو هي بتتعامل معاك بطريقة ولكن لما بتبصوا لهم كده وفعلا بتركزوا في طريقة التعامل استحالة الشخص ده أو الإنسانة دي تكون بتحبكم الناس دي فعلا بتكرهكم تصرفاتهم بتكون تدل على القرغ مش على الحب ساعات تطلع من بقوهم كلمات يعني أن هم عايزين نموت بيدوا علينا حاجة غريبة جدا دايما عندهم غضب دايما عندهم استياء ما عندهمش ردة ما عندهمش قناعة بتحسوا أن هم طمعين ممكن ما يكونوش بيتكلموا كتير ولكن الكلام اللي بيقولوه له تأثير قاتل ومميت وعميق جدا دايما عندهم استعداد للأذى ودايما عندهم إدمان يعني عندهم عادة إدمانية يعني إما مضمنين قهوة مضمنين كحول مضمنين مخدرات طبعا الأفلام الإباحية مش قادرة أقولكم بيحبوا يتفرجوا عليها جدا جدا علاقات متعددة ولكن في الخفاء وكاد دابين بشكل غير طبيعي وبيحبوا قوي يلسقوا الحاجات اللي فيهم في الغير بيحبوا يستنزفوا الشريك جسديا والعلاقة الجنسية معاهم وحشة جدا 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 عندهم دارك صيد غريب جدا عايشين حياة مزدوجة أمام العلن ناس طيبة ملائكية لطيفة حنينة حبوبة وبينهم وبين نفسهم عندهم حياة صاخبة سيئة قاظرة جدا جدا وهو ده اللي بيخليهم أكتر خطورة بالنسبة لنا وبالنسبة لأي حد لأن الناس يبتعمل في الخفاء يعني بتقدر تعمل كل حاجة ولكن في السر بتدخل تحت جلدك بتخرب عليك حياتك مخادعة جدا بيحبوا قوي الاهتمام بيحبوا السلطة على فكرة ولما بتجيلهم فرصة على أنهم ينسقوا منصب بيبينوا أنهم متوضعين ولكن في الحقيقة هم بيتطهدوا بعض الأشخاص وخصوصا الناجحين في كتير منهم بيبقوا عارفين أنهم عندهم مشكلة يعني يقولك لا ده أنا فيها مشكلة وممكن على فكرة لو حصلت مشاكل مثلا بينه وبين مراته أو بينها وبين زوجها بتلقوا أن الناس بتتكلم كلام وكأن هم فاهمين وعارفين ولكن في النهاية يعني مثلا ممكن يقول أنا كنت بعنف مراتي أنا كنت بأزيها أو أنا كنت بقول كلام سيء لزوجي ولكن بسرعة بيغيروا الموقف وبيقولوا أنه هم كانوا بيعملوا كده كرد فعلا لأنه لقدامهم هو اللي شخص سيء وعلى فكرة مهما خبوا مهما داروا لو قدت ولا جدا في يوم الأيام حتفوق على حقيقة أن الناس دي مخدعوا خبيسة وأن المشاكل كلها هم السبب فيها إحنا بقى وإحنا موجودين مع الناس دي بنحس إن إحنا عندنا تنافر معرفي إحنا عمليين نلف في دوامة إحنا مش فاهمين الناس دي كويسة ولا وحشة الناس دي بتحبنا ولا بتكرعنا الناس دي قريبة ولا بعيدة الناس دي عايزانا ولا مش عايزانا لأن إحنا وإحنا معهم بيبقى كل دول مع بعض مضربين كده في الخلاء ولكن نتيجة موقف من المواقف دايما هم بيتسببوا فيه وبيسببوا لنا أذى شديد ودايما بيكون الموقف ده بيعقبوا صمت عقابي النرجسية ونرجسية بيعملوا لكم فيه بلوكات من كل حاجة ولو هم أزواج يعني بيسيبوا البيت لأن هم دايما بيسيبوا البيت وبيمشوا بالستة شهور ويروحوا يقعدوا عند أمهم النرجسية وممكن كمان المرأة النرجسية تطلب الطلاق وعايز أقول لكم أن هم بعد ما بينفصلوا وبعد ما بيسبوكم وبعد ما بيغدروكم بيرجعوا مرة تانية يعملوا لكم الهوفر ولكن إحنا بننتهي في فرصة الصمت العقابي والإنفصال وربنا سبحانه وتعالى بيدللنا يعني بيبعث لنا يا إما فيديو يا حد يتكلم معنا أو إحنا نسأل حد فبنعرف بقى في الوقت ده إن الشخص ده أو الإنسانة دي مصابين بإضطراب الشخصية النرجسية وإن هم نرجسيين خفيين وإن نوعهم نرجسي انطوائي وفي الوقت ده أول معرفنا ونمينا الوعي على طول بنقرر إن إحنا نبعد عنهم وما بنرجعش مرة تانية فالوعي بالنرجسية هو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك تكتشف الناس دي الناس دي عبارة عن وحوش وطالما اكتشفت الوحوش دي يبقى في الوقت ده هتقدر تقدي عليهم وخصوصاً النرجسيين الانطوائيين لإن هم فوق الصورة المزيفة والابتسامات المزيفة والحنية واللطف والشخص الملاك اللي انت لا يمكن أبداً تقول إنه هو فيه كل كمية الشر وإنه هو شيطان بشكل فضيع هتلقى إن فيه شخص أناني فيه شخص كاره فيه شخص حاسد فيه شخص ما بيديش إلا الأولاي القوي ولو عطى القليل ده ده نتيجة إنه هو منتظر الكثير طبعاً إحنا بعد ما بنتلع بقى من العلاقة دي وبندرس بقى أنواع النرجسيين ومن اكتشف إن فيه نرجسيين خفيين نرجسيين خفيين خبساء نرجسيين خفيين ضعفاء نرجسيين خفيين انطوائيين بنعرف إن كل أنواع النرجسيين سيئين وإن كل النكهات دي أكيد في النهاية بتطرق طعم سيء في الفم أتمنى الفكرة تنوصلت ودمتم بخير بدون نرجسيين ترجمة نانسي قنقر